استحملوني في الكلمتين عشان يتقالوا بصراحة تماما فيما يخص كهرباء وفيما يخص تصريحات موسيماني بشأن محمود كهرباء موسيماني طلع قال مش انا اللي قررت او خدت قرار او طلبت اعاريك كهرباء انا كنت مسافر رجعت لقيت كهرباء خرج وانا بحب كهرباء وبلعب كهرباء مع كامل الاحترام وهعد كم نقطة كده مع كامل الاحترام اول نقطة من السنة اللي فاتت وانا كنت في حديث قبل كده اعلامي كنت بتكلم يعني من السنة اللي فاتت قلت ان موسيماني رافض وجود كهرباء في النادي الاهلي وساعتها هاجمني جماهير النادي الاهلي وطلب مني مدير المركز الاعلامي في النادي الاهلي الاستاذ جمال جبر ان انا اطلع اقول ان الكلام ده مش مظبوط وطلعت تاني يوم وقلت على لسان استاذ جمال جبر ان الكلام ده مش صحيح من جارب النادي الاهلي يعني النادي الاهلي بيقول ان الكلام ده مش صحيح والمعلومات الحقيقية ان كهرباء كان المفروض يمشي في الصيف بقرار من موسيماني وحاولت ادارة النادي الاهلي عشان بس ابرق كل واحد ودي له حقه ادارة النادي الاهلي قالت انه كهرباء لسه ممكن نستفيد منه كهرباء لعيب كبير موسيماني اصر على رحيل كهرباء في النهاية الموسم الماضي وفي شهر يناير يعني قرار رحيل كهرباء اولا واخيرا من عند بيتسو موسيماني مع كامل الاحترام لتصريحاته الراجل هو من طلب رحيل كهرباء عن النادي الاهلي فكرة بقى انك ترميها في حجر النادي الاهلي او ادارة النادي الاهلي ده كلام مش مدربين كبار المدرب الكبير ياخد قراره يطلع يقول ايوة انا مش محتاج كهرباء في رئيتي ايوة كهرباء لعيب كبير لو عايز يقول يعني تصريحات سياسية محترمة ايوة كهرباء لعيب كبير بس انا مش محتاجه في الوقت الحالي وشايف انه ممكن ياخد فرصة للاعارة برا يرجع لنا لعيب كبير دي تصريحات الزكاية لو انت عايز تصريحات ما تبرق نفسك بيها قدام الجمهير لو انت شايف ان انت محتاج تبرق نفسك انا مش شايف اصلا انت محتاج تبرق نفسك بالعكس انا قلت مبارح انه اصلا قرار رحيل كهرباء للاعارة في الفترة الحالية هو قرار صحيح سواء كان موسيماني خده او ادارة الناجل اللي خدته بس موسيماني هو من اتغذ هذا القرار ده بالنسبة لموسيماني وهاكمل على موسيماني في حتة تانية